موسيقى السلام عليكم يتطور الموقف في ليبيا بين يوم وآخر بعد إطلاق حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج عملية عاصفة السلام ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وتمكنت قوات الحكومة من تحقيق مكاسب ميدانية مهمة بعدما سيطرت على سماء المعارك في غربي البلاد واستحديث عن تحولات في معادلة الصراع هذه التطورات وانتقال الحكومة أو القوات الحكومية من حالة الدفاع إلى الهجوم واستحديث عن دعم تركي نوعي لم يعد خافيا كل ذلك يثير تساؤلات عن دوافع العملية ومدى إسهامها في تغيير معادلة الصراع في ليبيا كما يثير التساؤل عن النتائج السياسية المحتملة التي قد تترتب على هذه التطورات هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها حلقة اليوم من برنامج حديث العرب أهلا بكم يبدو أن كفة توازن القوى تترجح لصالح قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وفق للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية عاصفة السلام وردا عن القصف المتواصل لإحياء طرابلس من قبل قوات حفتر وسائل إعلام الليبية نشرت مشاهد لعملية أسر قوات حكومة الوفاق الليبية عشرات من مسلحية القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في ترهونة جنوب العاصمة طرابلس وفي ذات السياق فإن سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق ألقى منشورات على أهالي مدينة ترهونة تحذرهم من التمركز في أماكن المسلحين وتطالبهم بالبقاء داخل المنازل التفوق الجوي لقوات الوفاق رجح الكفة لصالحها في الأيام الأخيرة بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا في تشرين الثاني من العام الماضي واتجهت عاصفة السلام غربا على امتداد الشريط الساحلي من العاصمة طرابلس وصولا إلى معبر رئيس جدير الحدودي مع تونس فاستعدت السيطرة عليه في خط بطول سبعين كيلو مترا وحولت قوات بركان الغضب ثقل المعركة باتجاه ترهونة المعقل الرئيس الذي تستخدمه قوات حفتر في شن هجماتها على طرابلس قوات الوفاق نجحت في إحراز تقدم ميداني كبير على الأرض من طرابلس نحو ترهونة وتعني السيطرة على كامل المدينة بأن ظهر العاصمة طرابلس بات آمنا وساعدها في ذلك التفوق الجوي الذي كان على مدى الأشهر الماضية لصالح قوات حفتر صحيفة لوموند الفرنسية قالت إن موازين القوى العسكرية في ليبيا تغيرت لصالح عكومة الوفاق الوطني منذ بداية العام وذلك بعد إدخال تركيا جيلا جديدا من الطائرات بدون طيار إلى خدمتها التطور الميداني وتفوق قوات الوفاق جعل حفتر أماما كفاء عسكري وهزائم متتالية سيكون لها آثارها وتداعياتها الميدانية والسياسية في المرحلة القادمة ما سيغير موازين القوى والسيطرة في ليبيا للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول عبر سكايب الأستاذ المهدي إبراهيم كشفور العضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي الليبي وكذلك الأستاذ فراس ردوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم ضيفي الكريمين سريعا أبدأ معك أستاذ المهدي لابد من الحديث بداية عن الدوافع والبواعث وراء هذه العملية عملية عصفة السلام ما دوافع الحكومة الوفاق لإطلاقها نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني لا يخف عليكم أن بداية هذه الحرب في 4-4-2019 علي طرابس كانت قبيل اتجاه حكومة الوفاق ومجلس النواب في طبرق كانوا متجهين إلى مؤتمر غدامس والمؤتمر العام الذي كان ينبغى أن يخرج بحل سياسي الأزمة في ليبيا ولكن باغت خليفة حفتر هذا المؤتمر وحاول أن يسيطر على العاصمة وأن يحدث انقلابا عسكريا على السلطة في ليبيا وبالتالي يستبق هذا المؤتمر ولكن كانت حكومة الوفاق له بالمرصاد وشكلت في ذلك الوقت عملية فركان الغضب والتي كانت عملية للدفاع عن العاصمة ومحيطها وبالتالي استمرت هذه المعركة ونجحت بالفعل في إفشال هجوم خليفة حفتر على العاصمة لأكثر من عام بعد مرور أكثر من عام على هذه الحرب التي أعلنها خليفة حفتر كان وجوبا أن تتقدم حكومة الوفاق وتنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم أو مرحلة التحرير مرحلة تحرير المدن التي سيطر عليها خليفة حفتر وعلى رأس هذه المدن غريان فيما سبق وصبراتا وصرمان وزلطن وإن شاء الله ترهونة تحرّت كل هذه المدن لازالت مدينة ترهونة والتي الآن بعد أن أعلنت حكومة الوفاق على عملية عاصمة السلام الآن تحاصر مدينة ترهونة أو على تخوم مدينة ترهونة وتستعد للقضاء عليها وتحريرها من ميليشيات خليفة حفتر المسيطرة عليها يعني في سياق الحديث عن الدوافع أستاذ مهدي هل الدوافع من ضمن هذه الدوافع إعطاء صورة للعالم بأن الحكومة الليبية أو الحكومة الوفاق الوطني ما زالت تسيطر على الأرض وبأنها يجب أن تخاطب بشكل أفضل مما تخاطب به الآن من قبل الهيئات المؤسسات الدولية نعم هذا بالتأكيد هو دافع ولكن الدافع الرئيسي هو ما أوجبه اتفاق السياسي على حكومة الوفاق بأن تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي وليس مجرد العاصمة وبالتالي واجب على حكومة الوفاق أن تقوم بفرض نفوذها وسيطرتها على كامل التراب الليبي حاولت أن تحقق هذا الهدف في أسليب سياسية عبر اتفاقات المؤتمر العام المؤتمر الجامع ولكن فشل للأسف بسبب انقلاب خليفة حفر أو محاولة انقلابه وبالتالي أصبح المجتمع الدولي لم يطلع بمهامه أو بدوره الرئيسي في فرض اتفاق السخيرات أو الدفاع عن اتفاق السخيرات ومحاولة انفاذها على العكس تمت أصبحت تتعامل مع حكومة الوفاق وخليفة حفتر وكانهم طرفين متساويين وبالتالي رأت حكومة الوفاق أن تفرض سيطرتها على الأراضي وتعكس بذلك قوتها على الأرض التي تنعكس على طاولة السياسة في المجتمع الدولي طيب سنبحث هذا ربما بعد الفاصل لكن أذهب إلى الأستاذ فراس كان لافتا سيطرت القوات الحكومية بشكل سريع وخاطف على سبعة مواقع مهمة للغاية وكلها استراتيجية وحساسة على طريق الشريط الساحلي الموصل إلى الحدود مع تونس وطبعا بعد مدانة السيطرة شبه الكاملة الجوية للقوات الحكومية وهذا لم يعد خافيا أن وراءه دعم تركي لكن السؤال هنا الآن ما مستوى وطبيعة هذا الدعم الذي تقدمه تركيا لحكومة الوفاق الذي أفضى في النهاية إلى هذا التفوق السريع والساحق على قوات حفتر أعتقد موضوع مهم جدا وهو موضوع التطور التكنولوجي وهو أعتقد تركيا متفوقة على الطرف الآخر بكثير في هذه النقاط النقاط ثانية أعتقد ليس فقط مسألة الطيران أو الجيل الجديد من الطائرات المسيرة التركية التي أرسلت إلى هناك للدعم أو ربما اشتركتها ممكن أن نقول حكومة الوفاق لكن لا ننسى أيضا أن لتركيا تقريبا ثلاثة أقمار صناعية جلها عسكري تستطيع أن تصور وتشاهد بشكل كبير أيضا الخبرة العسكرية التركية في مسألة الملاحقات وممكن عبر التكنولوجيا أي الطائرات المسيرة أو الكاميرات لذلك كانت هناك فترة هي فترة حفظ ومعرفة المنطقة هناك بشكل جيد ولذلك أعتقد كانت هناك مرحلة استيعاب المنطقة وقراءتها بعد ذلك انطلقت طبعا مع المشاورات العسكرية التركية وحكومة الوفاق إلى الغرب لتحرير الغرب والنقطة الثانية هذا دليل على أن هناك فقط سيطرة ربما إعلامية وسيطرة خفيفة لأن الثقل الحقيقي ربما في ليبيا يتكون في المدن الثقيلة الكبيرة ترابلوس بنغازي ومصراطة مثلا وباقي المدن على شكل أقل ولذلك كان السقوط أعتقد سريعا وهناك الآن أعتقد حركة التفاف يحاولون إعادة السيطرة لكن أستاذ فراس يعني صبراطة والإجميل ورقدالين هذه المدن صحيح قد تكون نسبيا صغيرة يعني بين 40 ألف و110 ألف نسمى كل هذه المناطق سكانها تقريبا لكن كان حفتر يستعملها كمنطلق مهم وحيا وللهجوم على ترابلوس ومحاصراتها نعم ولذلك كان لابد من قيام بهذه العملية حتى لو ننتبه اسم العملية يشابه لعمليات تركية يعني نبع السلام والعملية الآن لحزم السلام في تلك المنطقة في ليبيا إذن لابد تكون عملياتك العسكرية من أجل ماذا الهدف واضح استقرار الدولة مؤسسات الدولة من أجل استقرار السلام هذا مهم جدا هذه رسالة إلى المجتمع الدولي كله لذلك الاسم مهم في العملية العسكرية التفوق الطيران لأنها كانت حكومة رفاق لديها نقطتين ضعف واضحة وقال الرئيس أردوغان بصراحة الدفاعات الجوية غير موجودة والسيطرة على الأجواء الطيران وهتان التحديد أن هتاني السفتين تركيا دعمت بشكل كبير والأخرى أيضا اليونان ربما بشكل أو بآخر كان لديهم وفرنسا موجودة أيضا مع الطوات العسكرية كان لديهم دعم إذن لابد أن يكون دعمك قوي أيضا أنت قانوني ليس قد طرف الآخر طرف الآخر حتى أنه ليست يقول شيئا خارج عن القانون الدولي أن هذه حكومة قانونية معترف عليها دوليا حتى الرئيس الفرنسي نفسه يقول الحكومة الشريعة رغم كل هذه الأمور رغم أنه يدعم حفتر إذن هذه النقاط مهمة جدا استفادت منها تركيا وحكومة وفاق ولذلك الآن كل هذا يسمى إعادة نفوذ الدولة إلى حجمها الطبيعي ولا بد من إرجاع حفتر حتى إلى ما قبل السر تعتقد وإلا ستبقى الأمور تحت التهديد أي طرابلوس طيب أستاذ مهدي هذه العملية أمر فائز السراج بإطلاقها في وقتين كان هو أكبر الداعين إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ما الانطباع الذي سيقدمه فائز السراج إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمة الأمامية التي وقفت وراء الحكومة الوطنية على الأقل في التصريحات يعني ما الصورة التي ستصلهم من خلال فيما يتعلق بصدقية قراره وبصدقية تصريحاته سيد كريم المجتمع الدولي يعلم أن إذا ما أردت السلام فعليك استعداد للحرب هذا ما حدث يعني استعدت حكومة الوفاق للحرب وكانت تدعي إلى السلام وتدعي إلى وقت إطلاق النار ولكن هذا لم يحدث القصف استمر ولازال يستمر على الأحياء المدنية وعلى المؤسسات المدنية على المستشفيات وعلى حتى أخيرا مستشفى القضرة الذي خصص لعلاج مرضى كورونا كل هذه الاعتداءات لم يعني تؤثر في المجتمع الدولي يعني كان في أحسن الأحوال أن تصدر تدوين هنا أو هناك أو تغريدة على تويتر لحساب البعثة في ليبيا لا أكثر وبالتالي هذا لم يحمي المدنيين فكان واجب على حكومة الوفاق أن تقوم بهذا الدول بنفسها وأن يعني توقف أو تفرض وقت إطلاق النار فرضا باستعمال السلاح على خليفة حفتر بحيث يتم رجاع إلى مناطق بعيدة عن المدنيين وأن لا يتم استهداف المدنيين وهذا ما حدث بالفعل تم إخراج قوات خليفة حفتر من أكثر من مدينة من كامل الشريط الساحلي من طرابلس حتى تونس وبالتالي أصبح أهالي هذه المدن بالكامل آمنين في سبراتا في سرمان في زلطن في جميل في العديد من المناطق وأيضا في محيط العاصمة تراجعت هذه القوات لزال إلى اليوم يستهدف المطار بقضائف الهاون والقراد وأيضا مناطق السكنية المحيطة به ومنطقة حي دمشق وما إلى ذلك من مناطق المدنية المقتضة بالسكان والتي كل قذيفة تسقط اثنين أو ثلاثة من المدنيين وبالتالي كان لزاما أن تقوم حكومة الوفاق بفرض وقف اطلاق النار على خليفة حبتر باستعمال القوة بحيث يتم إرجاعها إلى مناطق بعيدة عن سكان أو إلى الصحراء أو إلى القواعد العسكرية أفهم أستاذ مهدي أفهم من كلامك أن هناك رأي ينضج داخل القيادة قيادة حكومة الوفاق بأنه يعني لا يمكن انتزاع المكاسب وتحقيق الأهداف السياسية إلا بالقوة صحيح هذا أعتقد ما وصلت إلى حكومة الوفاق من بعد أربعة أربعة لأن ما قبل أربعة أربعة كانت تتجهز حكومة الوفاق لذهاب إلى المؤتمر الجامع ورغم أن كل النصايح كانت توجهة لحكومة الوفاق بعدم الذهاب إلى هذا المؤتمر لأن خليفة حفتر لن يرضى ولن يكون لن يرضى بأن يقتسم السلطة مع أي أحد هو يريد فقط الاستحواذ على السلطة وبالتالي يجب أن يتم مجابهته بالقوة مع ذلك كانت حكومة الوفاق ترى بأن يجب أن نذهب إلى حال سياسي ولكن بعد أربعة أربعة أيقنت حكومة الوفاق أن خليفة حفتر لا يمكن أن يكون شريكا سياسيا في أي حل سياسي في المستقبل وحتى عندما تحدثت عن حلول سياسية كانت دائما أن تطرح أن لا يكون خليفة حفتر طرفا فيها أن يتم التوافق مع القيادات في المنطقة الشرقية والجنوبية بعيدا عن خليفة حفتر وأن خليفة حفتر لا مكان له إلا السجن أو القتل كما حدث مع خليفاته القذافي وهذا تقصد سلفه وهذا أمر متعلق وهذا أمر متعلق إلى قدر كبير يعني أستاذ مهدي بالنتاج السياسي المترتبة على هذه العملية وهو ما نبحثه في المحور الأخير من هذه الحلقة كي لا نستبقى الأحداث أستاذ فراس قرار إطلاق عملية عاصفة السلام قرار لبي بحث أم لتركيا أسهم فيه بسبب رؤية محددة تمتلكها أنقرة للمنطقة أنا سأتكلم عن الأخطاء الخطيرة لحفتر في هذه العملية برأيه النقطة الأولى قبل الحديث عن الأخطاء فقط يعني حتى هذا السؤال يترتب عليه أشياء أخرى بعد ذلك هل لتركيا أسهم في اتخاذ هذا القرار أنا كنت سأربط هذا بتلك نعم الأخطاء هي كانت سبب باتخاذ القرار الثنائي لكن القرار الأكثر لا هو أطاقة وقرار ليبي لماذا؟ لأن ظن الأخطاء التي قام بها أولا سيطرته على النفط ومنعه بيع النفط هذا واحد إثنان سيطرته حتى على الماء وقد بنع تقريبا أكثر من 240 ألف شخص الماء في غرب ليبيو وهذه قضية خطيرة جدا لا بد من إطلاق عملية عسكرية إضافة إلى أن عدد النازحين منذ قيام المشير حافتر في هذه العملية أكثر من 170 ألف من أصل 350 ألف مهجر خلال الحروب في داخل ليبيا إذن هو يمتلك أكثر من نصف عدد المهجرين إذن هو يستخدم أربعة أوراق وهي الأخطاء التي يعني أسأرها أخطاء هي النفط والماء واللاجئين وآخرها وهو الموضغ التركي بأن قطع كل المصالح التركية في ليبيا وهذا يعني حربا على ليبيا إذن لن تسمح ليبيا أفر حربا على تركيا وهذا لن تسمح به تركيا بقطع مصالحها وذلك حصل الاتفاق ما بين الطرفين أي الوفاق الاتفاقي المذكرتين تفاهم المعروفتين إذن أعتقد هذه الأسباب إذا سألك مراقب أو مشاهد عن طبيعة هذه المصالح التركية في ليبيا بتكثيف قصير طبعا أولا الاستثمارات الكبيرة جدا التركية في داخل ليبيا من ناحية إنشاء البنور الفوقية وتحتها ثانيا الليبيا تعتبر العقل قومي المائي أيضا لتركيا أيضا منع حلم اليونان من إنشاء بحر يوناني تماما ابتداء من بحر إيجا إلى جزيرة قبرص إلى مصر إلى ليبيا الآن أي جزيرة كريت وأيضا نقطة رابعة هناك أيضا الطرد أو محاولة طرد تركيا وإخراجها من النفط أو الغاز عفوا في شرق المتوسط إذا كل هذه الأمور ليبيا إذن هي حاجة الأساس الذي سترتكز عليه المصالح التركية في تلك المنطقة لا ننسى أيضا هناك مصالح أخرى إسرائيلية ومصرية في هذا السياق وأخيرا الخط المائي أو الحدود المائية التي رسمتها كل الطرفين الليبيا وتركيا هذا يعني أنه أصبح صحيح هذا يعني أن تركيا الآن لديها حقوق قانونية مسجلة في الأمم المتحدة استرجعت أيضا ليبيا أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع كمساحة من الأراضي من المياه التي كانت ستستخلها اليونار حتى مصر زادت مساحتها المياه إذن كثير من الأمور إحياء أيضا مهم شيء المحور الآخر طبعا نتكلم عنه في مباد المحور الجزائري أيضا الليبي التركي في هذا السياق إذن المصالح التركية في هذه النقاط التي تقصد المحور التونسي الليبي التركي الجزائري أيضا لأن الجزائري هي القوة الفاعلة الآن في ليبيا طيب هذه المتغيرات على الأرض متغيرات الملدانية والتفوق النوعي في الجو لقوات الوفاق الوطني حكومة الوفاق الوطني في ليبيا يثير التساؤل عن إذا ما كانت هناك تغير في معادلة الصراع في ليبيا هو ما نبحثه بعد وقفة قصيرة لنعودها ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله المشاهدين الكرام وهذه عودة للحديث عن متغيرات الصراع في ليبيا أذهب إلى الأستاذ مهدي تفاجأ المراقبون من سقوط سريع ومدوء حقيقة من سقوط سريع ومدوء لقوات حفتر في هذه المناطق يعني في غربي ليبيا يعني كما لو أنه استغنى عن مخالبه التي كان يقاتل بها طرابلوس في تلك المنطقة باستثناء احتفاظه حتى الآن بالترهونة استغنى عن هذه المخالب بنفسه هل ثمت لديك تفسير لهذا التهاوي لميليشيات أو قوات حفتر وماذا عن موقف داعميه الدوليين والإقليميين نعم هو سيدي كريم يعني سقوط خليفة حفتر أو انهيار قواته في هذه المناطق كان لها العديد من العوامل وليس عامل وحيد أهم هذه العوامل هو فقدان خليفة حفتر لمصدقيتها أمام حلفاء المحليين نتحدث أن قوات خليفة حفتر ليست جيش حقيقي ينتقل من منطقة إلى منطقة هو يحاول في كل منطقة أن يخلق مجموعات مسلحة ميليشيات يجمعها بهذه المنطقة وبالتالي يرتكب بها مجموعة من الجرائم ترهب أبناء تلك المنطقة بحيث يفرض عليها سيطرة مع الوقت أصبحت هناك تملم الكبير من هذه المناطق من قوات خليفة حفتر وأصبحت تنتظر لحظة الافتكاك من خليفة حفتر هذا أهم عامل العام الثاني هو انشغال العالم أو حلفاء خليفة حفتر الذين السياسيين والعسكريين أيضا الذين كانوا يدعمون عسكريا أو السياسيين الذين كانوا يغطوا على جرائم خليفة حفتر انشغالهم بجائحة كورونا وأيضا بالأزمة الاقتصادية نحن نتحدث عن الحرب هذه الحرب تحتاج إلى ملايين أو مليارات لدعمها الداعمين لخليفة حفتر وعلى رسم الإمارات السعودية اليوم يعانوا من أزمات اقتصادية بسبب أزمة البترول وأيضا جائحة كورونا وبالتالي انخفض دعم بشكل كبير مصر لا تستطيع استمرار في دعم خليفة حفتر طالما لا يوجد دعم مالي من الإمارات السعودية وبالتالي حدث هذا التراجع أيضا ظهور تركيا في المعادلة ودخولها على الخط بشكل قوي سبب في إحداث نوع من التوازن مع القوى الدولية نحن نعلم جيدا أن خليفة حفتر لا يستطيع الصمود يوما واحدا من غير حلفاء الدوليين وبعد دخول تركيا حدث نوع من التوازن وبعد ظهور جائحة كورونا والأزمة النقطية حدث هناك غلب للدعم التركي لحكومة الرفاق على حساب الدعم الإماراتي والسعودي والمصري لخليفة حفتر وبالتالي انهارت هذه القوات والتي في غالبها أو يعني عمودها الرئيسي هي عصابات مرتزقة مثل مرتزقة الفاقنار والعصابات الشادية وبالتالي عدم وجود السيولة المادية لدى خليفة حفتر ليدفع لهذه القوات جعلتها يعني تقاتل بالآجل وهذا النوع من القتال لا يعطي للمقاتل الاستمرار أو التقدم يعني تعقيبا على ما ذكرته أستاذ مهدي هناك تقارير تحدثت عن أن القوات التشادية أو المقاتلين التشاديين رفضوا القدوم إلى مناطق القتال إذا لم يؤمنوا من الجو وهنا دعني أتحول ما ذمت ذكرت تحدثت عن جائحة كورونا أسأل الأستاذ فراس يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث دائما عن أن العالم ما بعد كورونا لن يكون عما قبله ويتحدث عن التفوق التركي في مواجهة هذه الجائحة السؤال هو ما دلالة التوقيت في الهجوم في ليبيا ربطا بالمصالح التركية وربطا ببحث تركية عن موقع متقدم لها في مرحل ما بعد كورونا يعني أعتقد أن الطرفين قراء المشهد كالتالي أن فرصة كورونا الآن هي سببت نوع من أنواع الالتهاء وبادعة الدول ربما تلتهي في مسألة أو تنشغل بشكل كبير في هذه المثالة في ذلك كان الطرف الأول يريد الدخول وأيضا الطرف الثاني أي حكومة الشرعية المفاقية أيضا تريد تطهير المنطقة أو ردا على المخططات التي قامت بها قوات حفتر هذا مهم أعتقد في هذا التوقيت لكن أيضا هناك نقطتين آخرين ليس فقط جائحة كورونا بل أيضا أن ربما الوضع الآن أصبح مفيد لأن سعار النفط الآن بدأت تتهاوى منذ ذلك الوقت تقريبا منذ فترة والآن أصبحت سيئة جدا إذن هناك بعض المشاغل العسكرية أعتقد هذا التوقيت الآن يعني ممكن أن نقول أنه كان مناسب للطرفين لكن قراءة من أنجح كانت هنا لعبت دور ربما التكنولوجيا للطائرات في تركيا لكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة كل هذه النجاحات هي المكتسبات الزائدة لحفتر وليست المكتسبات الحقيقية المكتسبات الزائدة هي التي فاجأ بها العالم أي سيطرته على السارت وبعد ذلك تمدده إلى ترهونة ومناطق في الغرب هذه لم تكن حتى في حسابات أتوقع حفتر بل كان من بنغازي إلى ربما نصف الطريق وإلى الجنوب لكن التقدم في الشمال هذا زائد لذلك على حكومة الوفاق الآن أن تعيد على الأقل نصف ما كانت تملكه وهذا ذلك هل تستطيع أن تعيد الشرق الليبي وإن كانت استبعي ذلك الآن أمور صعبة لأن هناك دول في شرق ليبيا مثل مصر مثل فرنسا ربما لن تسمح بهذا العود حتى لو دخلت في هذا الحرب إذن لابد من إعادة مكتسبات التي كانت لديك وهذا مهم جدا في هذا التوقيت طيب هنا أريد أن أسأل أستاذ مهدي بناء على ما تحقق أستاذ مهدي كشفور بناء على ما تحقق في عاصفة السلام حتى الآن هل يمكن القول أن معادلة الصراع في ليبيا الآن تغيرت أم أن هذا من التفاؤل المفرط يعني وأنت لست من المفرطين نعم لا هي حقيقة تغيرت بالفعل هناك مؤشرات عديدة على تخلي أو إعادة حسابات للدول الدائمة لخليفة حبتر إعادة حساباتها من جديد ربما أيقنوا من فشل مشروع خليفة حبتر بالتأكيد هذه الدول كلها تسعى إلى العاصمة وبدون العاصمة يعني لن يحصلوا على شيء ويعلموا جيدا أن خليفة حبتر مع الوقت ربما لن يحافظ إلا على المناطق الشرقية والمناطق الشرقية يعني ليست هي الهدف هذه الدول نحن نتحدث على المنطقة الوسطى والغنية بالبترول أو المواني والحقول النطلية في المنطقة الوسطى في المنطقة الشرقية هي منطقة حقيقة فقيرة من البترول وبالتالي لا مصدحة لهذه الدول بها إذا ما استطاعت قوات حكومة الوفاق من دحر خليفة حفتر في ترهونة عندها سوف تفرض سريعا سيطرتها على كامل المنطقة الوسطى والتي تعتبر في أغلبها مناطق صحراوية الغلبة فيها ستكون لمن لديه الغلبة في الجو وهي اليوم لحكومة الوفاق وبالتالي دائمين لخليفة حفتر وعلى رأسهم مصر الجارة جيدة استراتيجية بالنسبة ليبيا سوف تعيد حساباتها في دعم خليفة حفتر وهناك مؤشرات بالفعل من قبل الحكومة المصرية يعني تفيد بأن ربما نعيد حساباتنا في دعم خليفة حفتر إدامة وفاق فيادة أخرى أستاذ مهدي هل هذا الكلام منطقي يعني أن تترك مصر التي تنافس تركيا ولا تحتفظ بعلاقات وديها مع تركيا أن تترك حليفة حفتر وتلجأ إلى دعم أو السكوت عن خصم تركيا في ليبيا وتفسح المجال لتركيا يعني هل هذا نعم إذا سمحت لي كنت سنكمل لك هي تبحث عن شريك ثالث اليوم مصر تبحث عن شريك ثالث لأن أيقلت أن خليفة حفتر لن يستطيع السيطرة على ليبيا وبالتالي دعمها لخليفة حفتر هو استثمار في مشروع فاشل هي تبحث عن مشروع جديد من هو هذا المشروع الجديد هذا ما ستكشفه الأيام اليوم تبحث عن طرف ثالث يحقق لها التعادل على أقل مع تركيا أو التوازن مع تركيا اليوم كان في مؤتمر صحفي لسيد فتحي بشاغة وزير داخلية وهو الذي يوصف بالراجل قوي في حكومة الوفاق أشار إلى مصر أن لا نريد خسارة مصر نريد أن نعيد ترتيب العلاقة مع مصر من جديد وأن تتوقف عن دعمها لخليفة حفتر يعني هناك مؤشرات لما يحدث تحت الطاولة وهذا يظهر من خلال انخفاض الدعم لخليفة حفتر الخاصة من جانب المصري حتى السياسي التصريحات السياسية التي كانت تصدر دائما على الحكومة المصرية دائما لخليفة حفتر تراجعت بشكل كبير للفترة الأخيرة أيضا على الأرض هناك تراجع للدعم المصري على حساب الدعم الروسي أو عصابات الفاقنر لخليفة حفتر والعصابات الشادية وبالتالي هذه العصابات يعني هدفها المال وليست لديها أهداف استراتيجية كبيرة مثل تلك التي لدى مصر ومصر تعيد أعتقد أن في الوقت الحالي حساباتها من جديد وأعتقد أنها سوف تدرك سريعا أو أدركت أن خليفة حفتر لا يمكن له الصمود أمام حكومة الوفاق لا سياسيا ولا عسكريا وبالتالي الرهان عليه هو في حالة وحيدة لو كان هدف مصر هو السيطرة على المنطقة الشرقية وفقط ولكن بالتأكيد مصر لا تحد على المنطقة الشرقية بل هي تحاول الوصول إلى المنطقة الوسطى والتي أكثر فيها البترول وبالتالي يعني هي تحاول الوصول إلى تحالف آخر غير الموجود الآن كانت تحول على إمكانية أن يقوم خليفة حفتر بالسيطرة العاصمة اليوم بعد وعود خليفة حفتر بالسيطرة خلال أسبوع وأربع ساعات سفر اليوم يعني أيقنت مصر بفشل هذا المشروع وفشل الاستثمار بهذا المشروع خاصة مع تراجع الدعم الإماراتي والسعودي بالمليارات لخليفة حفتر أمام جائح الكورونا وما استصحبها من أزمة اقتصادية وأزمة في البترول أيضا طيب يعني يبدو أنك متفائل في معادلة الصراع الجديدة بخلاف ضيفنا الآخر الأستاذ فراس الذي أسأله أستاذ فراس أمرح كيكيلي وهو مسؤول الملف الليبي في مركز سيتا للدراسات والأبحاث الذي تلعمه حكومة أنقرة حقيقة يقول أن هذا الدعم المقدم لحكومة الوفاق هو جزء من معادلة ستحدث توازنا استراتيجيا لدعم الشرعية والمسار السياسي في ليبيا أريد قراءتك للدور التركي في ضوء هذا التصريح نعم تركيا تمضي في مسارين مهمين جدا المسار الأول هو يوازي المسار الدول الأخرى يعني كلما زدت بالدعم إلى حفتر نحن سنزيد الدعم اللوجستي والعسكري إلى الوفاق لكن ما تملكه تركيا في المسار الثاني لا تملكه تلك الدول وهو التواجد العسكري التركي في ليبيا الشرعي والقانوني بينما تلك الدول لا تستطيع أن تتواجد بشكل علني أي لا تستطيع أن ترسل قواتها بشكل علني إلى ليبيا وهذه نقطة لصالح تركيا ولصالح الوفاق في إيجاد كقوة عسكرية وإذا وجدت قوة عسكرية تركية هناك سيختلف في الموضوع جدا لأن تتكلم عن قوة يعني من خمس قوة ربما متواجدة في العالم نقطة ثانية الآن نعتقد العلاقات بين الطرفين الليبي والتركي أصبحت متداخلة بشكل كثير أي تدريب العناصر الأبنية تدريب العناصر الاستخباراتية تدريب العناصر العسكرية يعني من فترة قريبة على ما أذكر منذ شهر تقريبا استطاعت الداخلية بقيادة وزير فتحي باشغا وهو أعتقد لديه أشياء قوية جدا وجيد جدا هناك خلية يعني تم إلقاء القبض عليها تعمل ربما لصالح حفتر في إيجاد القلاب كما يفعلوا كما تفضل ضيف يعني يعتمدون على بعض الخلايا النائمة ويعتمدون أيضا على إغراء ربما الأهالي أو الدفع بعض الأهالي في تلك المناطق للسيطرية هذه أنت تواجد القوي الأمني أو السيطرة الأمنية الحقيقية القانونية في ترابلس أعتقد سهل كثير من قطع وجود الخلايا النائمة إذن هناك عدة نقاط أعتقد ساهدت في هذا السياق تستطيع تركيها أي لدى تركيا ولا تستطيع الطرف الثاني أنا متفائل في إعادة النقاط حتى السرط لكن هل تستطيع ما بعد السرط المعادلة السياسية والإقليمية تصبح أصعب بكثير معقد لذلك أنا قلت ربما إذا وصلت قوات الوفاق إلى السرط أو حتى إذا استطعت أن تأخذ السرط أيضا هذا سيكون انتصار مهم جدا لأن ما بعد السرط الموضوع سيكون صعب جدا يحتاج إلى انفاوضات أعتقد سياسية أكثر منه عسكرية لأنها لن تسبح وأعتقد مصر التي تحاول وإنها لكنها هي لو استطاعت أن تضم حتى منطقة بنغازي إلى مصر لفعل لكنها كما فعلت روسيا في القرن مثلا لكنها لا تستطيع لأن المجتمع الدولي حتى الآن أقوى من هذا الفعل إذن لذلك أنا هنا أرى أن الأمور ستصبح أصعب لذلك استعادة التر هنا مهم جدا حتى الآن بالنسبة للوفاق نريد الآن أن نتحدث عن التطورات أو الترتيبات السياسية التي يمكن أن تتوقف على هذه العملية ولكن ليس قبل أن نذهب إلى وقفة أخيرة ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم أستاذ مهدي أي مسار ستنحو نحوه الأمور الآن في ظل هذه المتغيرات دعم تركي لحكومة الوفاق ودعم إقليمي فرنسا ربما بدرجة أقل لكن الإمارات ومصر وربما السعودية دعم متواصل لقوات خليفة حفتر وأنت طبعا لذلك تحفظات على دعم مصر أنت تقول أن مصر تعيد النظر في هذا الأمر لكن بعيدا عن الموقف المصري هناك دول تدعم حفتر إلى أين تسير الأمور في ليبيا برأيك الأمور تعتمد على حكومة الوفاق للأسف الغالب الانتصارات التي تحققها قوات بركان الغضب على الأرض لا تنعكس على الصعيد السياسي لدى حكومة الوفاق أو لا تستثمرها حكومة الوفاق سياسيا بشكل جيد وهذا ما يجعلنا دائما نشعر بالإحباط نتيجة هذه السياسات التي تنتجع حكومة الوفاق فتارة نجدها يعني تعلي الصوت وتارة نجدها تتراجع ولا تحقق أي نتائج سياسية هناك الآن يعني مخاط سياسي داخل المنطقة الغربية أو بين مجلس النواب ومجلس الدولة وحتى المجلس الرئاسي والإجسام السيادية الأخرى في الدولة بحيث أن يتم استحداث منصب رئيس حكومة خارج المجلس الرئاسي أو من خارج أعضاء المجلس الرئاسي وهناك مؤشرات أو يعني تدل على أن سيد فتحي بشاغة هو المرشح لهذا المنصب إن كان حدث وعندها سوف نستطيع أن نتحدث عن إيجاد معادلة ثالثة يقودها فتح بشاغة ولكن إلى ذلك الوقت أعتقد أن حكومة الفاق لن تستطيع إحداث شيء ذو قيمة على الصعيد السياسي بالمقارنة بما يحدث على الأرض أو ربما الأرض ستفرز قيادات أخرى نحن نتوقع انهيار قوات خليفة حفتر بشكل كبير خاصة أمام توقف الدعم أو تراجع الدعم الإماراتي والسعودي المالي بسبب الظروف المالية التي تمر بها هذه الدول هي نفسها اليوم السعودية ربما تريد حتى إقفال بعض الحقول النقية أو الحقول النقية نعم وأيضا الإمارات التي تبحث عن من يقرضها اليوم لتقضي بعض الديون سيادية أو ربما حتى تحتاج إلى الاختراض من البنك السيادي لديها وبالتالي نحن نتحدث عن تراجع لدعم خليفة حفتر بالمال وقوات خليفة حفتر هي مرتزقة سوى محليين أو من خارج ليبيا وبالتالي ربما تنهار هذه القوة عندها ربما نرجع إلى السيناريو السابق وهو المؤتمر الجامع بناقص خليفة حفتر أو يتولى بشاغ هذا المنصب كما هو يعني كما تسريبات للتحدث في الأوسط السياسية في ليبيا وأن يتولى يعني مهمة تحرير المواني والحقول النطية وهو يعني أبن مدينة مصراتة وهي القوام الرئيسي في عملية بركان الغضب وبالتالي عندها نستطيع أن نتحدث عن متغيرات حقية على الأرض ولكن إلى ذلك الوقت لا أعتقد أن قوات أو حكومة الرفاق تستطيع إحداث أي تغيير سياسي يعني هي خسرت حلفاء رئيسيين نتحدث عن إيطاليا عن تونس عن الجزائر حتى وإن لم تحسرهم بالكامل ولكن جعلتهم في صف المحايد على أقل شكلا بخلاف تركيا والتي سارعت تركيا هي لطلب التحالف مع ليبيا نذكر أن سيد أبدغان كان يؤكد بأكثر من المناسبة أن تركيا على استعداد لدعم حكومة الريفاق ولكن ننتظر طلب من حكومة الريفاق وانتظر هذا طلب ثلاثة أسابيع في الوقت الذي كان خليفة حفتر يقصد فيه طرابس أمام هذه الهشاشة الدبلوماسية التي تنتهجها حكومة الريفاق أو الضعف السياسي لديها لن نتوقع منها إحداث تغيرات ولكن على الأرض هناك تقدمات وهناك تغيرات كبيرة تفرض على حلفاء خليفة حفتر أن يعيدوا حساباتهم ربما تتم حتى التواصل مع القيادات التي من الممكن أن تكون في المشهد المرحلة القادمة أو ربما حتى يتم فيها طرح مشاورات لاستبدال السراج طيب أريد أن أسأل أستاذ فراس أنت قلت أن تركيا تدرك تماما الملف الوضع الإقليمي والوضع الدولي فيما يتعلق بليبيا وأنه من الصعب الوصول إلى ما بعد سر طيب كيف يمكن إعادة المسار السياسي إلى الطريق وفي ظل وجود قوة منوئة للسلطة قوة قوية مثل خليفة حفتر في الشرق يعني ثمة معضلة كيف يمكن إيجاد حل هذه المعضلة طبعا لابد أن تكون هناك الثوابت قوية يعني أن يكون الثوابت الأول هو أن هناك حكومة شرعية وهي حكومة مدنية قائمة بشكل شرع ومطرفة لدوليا لابد أن تكون هي الأساس بعد ذلك تفاوض من تفاوض هذا شيء مهم النقطة الثانية هذه الحكومة يجب أن تكون لديها قوة عسكرية شرعية قادرة على أرض الميدان وفي نفس الوقت تكون قادرة على الطاولة وهذا ما تسعى به الآن تركيا عبر تقوية القوة العسكرية الكبيرة العداد المقاتلين لحكومة الوفاق أكبر بكثير من الموجودين لحفتر ولكن مع ذلك التفوق أحيانا كما قيل الجوي واستعانة بمعدات متطورة أثر في هذا الصراع هذه النقطة مهمة النقطة الثالثة الدعم الواضح والصريح هذا الدعم سيغير المعادلة بشكل كبير وبشكل مهم في هذا الصراع المبعد السرط لو نفرض أن حكومة الوفاق يعني مثلا لذلك قلت قبل قليل أن ترهونة هي ما زالت كمدينة مسيطرة لها من قبل قوات حفتر هل ستبقى هكذا إذا ما فعلت كل هذه الانتصارات في الغرب يجب إذا أردت أن تسيطر بشكل فعلي وبعد ذلك تنتقل إلى المفاوضات بشكل قوي عليك أن تكون مسيطر تماما في الغرب لا يوجد للوفاق أي نقطة تمركز في الشرق مثلا وبينما يوجد لحفتر نقطة مثل ترهونة هذا قطير الجنوب ربما فيما بعد يحرر سهل لكن الشرق صعب لأن هناك معادلات قوية خلفه كدول مثل مصر لوحدة دولة قوية وليست ضعيفة على حدودها إذن ستخشى الأمن القومي الذي يتبع لها أيضا فرنسا ربما بعد كورونا بعد الشرق كيف ستكون موقفها الآن ما قامت به الاتحاد الأوروبي بإرسال قوات بحرية لضبط الحدود البحرية كما قيل وهذا أعتقد سيغير المعادلة أيضا لمدة من إدخال الجزائر وأعتقد الجزائر الآن داخلها بقوة لأن إذا بقيت المناطق البرية في الشرق مفتوحة علينا أن نفتح المناطق الغربية مع الجزائر مثلا الذي يديها مصلحة أكثر مع الوفاق لأن نعلم التنافس الإقليمي الجزائري المصري إذن هذه القراءات مهمة في كثير من الأمور هل بعد ذلك إذا بقيت قوية هذه الثوابت لدولة قوية مدنية لديها تعددية سياسية فيما بعد وأيضا أعتقد أن حتى المجتمع في الشرق سينظر إلى هذا الشيء أي أتكلم عن الشرق الليبي بعد ذلك لمدة من الجلوس على طاولة لأنه لا يمكن إنكار أن هناك أيضا ليبيون يوافقون حفتر أو يدعمون حفتر في الشرق إذن لا يجب أن تخسر أيضا هؤلاء بإمام ماذا كما حصل في سوريا مثلا إبادة جماعية أو ما شاء هذا أعتقد مرفوض إذن الدولة تقوم مؤسسات تقوم بعد ذلك يأتي الوفاق السياسي على أن هناك مخارضون لديهم ربما أشياء سياسية أحزاب سياسية حتى الجنوب هذا مهم جدا طيب أستاذ مهدي حتى الآن الموقف الأوروبي والأمريكي هناك صمت أوروبي وأمريكي باستثناء ربما بعض التصريحات الفرنسية هذه التطورات الميدانية على الأرض هل تتوقع أن يواكبها موقف أمريكي وأوروبي واضح ومحدد؟ شوف حتى الموقف الفرنسي ودعم لعملية إيريني هو مجرد زوبها في الفنجان نحن نتحدث اليوم بعد أعلان هذه العملية استمر الدعم التركي وبحرا وجوا وبالتالي لا قيمة لها هو مجرد ورقة سياسية لذلك تلعب بها فرنسا أو تحاول فرض نفسها في المعادلة السياسية مستقبلا أو إيجاد موطع قدم لها أو يعني تحسب في كرسي على طاولة المفاوضات أكثر من ذلك الجميع أدرك أن خليفة حفتر منتهي لا محالة أن خليفة حفتر لا مستقبل سياسي له في ليبيا حتى يعني تحدث ضيفك في أكثر من مرة أنه لا يوجد نفوذ لحكومة الوفاق في المنطقة الشرقية صحيح ولكن هناك العديد مئات الألاف من أبناء المنطقة الشرقية مهجرين في المنطقة الغربية وهؤلاء هم من يعول عليهم القيمة في البشر نعم وليس على الأرض وليس بالمساحات الشاسعة التي سيطر عليها خليفة حفتر والتي فيها غالب الصحراني القيمة بالقوة العسكرية وبالدعم الدولي وليس بالبشر نعم هذا شيء مفروغ مننا ولذلك تجهت حكومة الوفاق للتحالف مع تركيا لإحداث هذا التوازن وربما حدثت حتى يعني غلبة وليس التوازن لصالح حكومة الوفاق من هذا الجانب أيضا الآن بعد تحرير المدن التي كانت سيطر عليها خليفة حفتر المنطقة الغربية أصبح حكومة الوفاق يعني تتحكم تقريبا أو يعني تسيطر على مناطق عدد سكانها يفوق الخمسة مليون في مقابل مليون ونصف يسيطر عليها خليفة حفتر وهذا هو ذو القيمة بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف مؤجر من المنطقة الشرقية كل هؤلاء يشكلوا قوام القوة التي سوف تنترق لتحرير المنطقة الشرقية ولن تحدث هناك مجازر لأن خليفة حفتر السيطرة أو الدعم الشعبي الموجود له هو مجرد دعم إعلامي لاحظنا خليفة حفتر في أكثر من مناسبة يحاول إخراج مظاهرات دائمة له لا يخرج فيها له إلا العشرات وهذا ما يسمى بالمعارضة الصامتة التي يمارسها أهالي المنطقة الشرقية الرافدين لخليفة حفتر ولكن الآلة القمعية التي يستعملها هي من تمنحها من تعبير عن إرادته لعله ليس ببعيد ذاكرة تصحبنا في عام 2011 عندما كان القذافي يسيطر على طرابلس ويخرج مظاهرات مليونية في طرابلس في ساعات انتهى كل هذا الدعم واختفى إلى اليوم لا يوجد يعني انهارة مدينة طرابلس أو انهارة قوات الدعم القذافي في طرابلس وتم تحريرها في ساعات وانقلبت معادلة اليوم سوف يحدث العكس ويعني هناك رابط تاريخي نتحدث عن النظام الملكي انطلق من الشرق وسقط في الشرق ونظام القذافي انطلق من الشرق وسقط في الشرق وأيضا النظام خليفة حفظ انطلق من الشرق وسوط يسقط في الشرق إن شاء الله طيب يعني أختم مع الأستاذ فراس يعني الآن تركيا تتحالف مع قوات مع الحكومة الوفاق الليبية ومصالحها يعني الاستراتيجية مرتبطة معها وهذا مفهوم لكن قد يكون الآن الأمر سهلا لكنه مستقبلا قد يكون مكلفا من الناحية السياسية والاستراتيجية السؤال إذا ما كان مكلفا ما مدى أو حدود الدعم الذي يمكن أن تقدمه أنقرة إلى حكومة الوفاق الليبية سيدي منذ توقيع وذكرتي التفاهم حفتر مشروع السياسي انتهى وذلك أنا أتوافق تماما مع الضيف أن حفتر انتهى سياسيا وذلك كل ما يقوم به الآن لا معنى له سوى فقط مفاوضات لصالح دول أخرى وليس لصالح حفتر ولا حتى لأي ليبي يقاتل معه إن كان هناك ليبيا فراص الموضوع ليس مرتبطا بحفتر لوحدي وإنما هناك قوى إقليمية ودولية لن تترك ليبيا يعني لتركيا تقول هكذا على لسانها نعم نعم أنا لذلك قلت نحن نجزع الأمور نجزع أن هناك قوى ليبيا يمثلوا حفتر انتهى لن يستطيع أن يحصل القوى الإقليمية الآن هي التي سيمثلها بالتفاوض حفتر لا يستطيع أن يفاقد عن نفسه هو يفاقد عن باسم تلك الدول وهذا ما رأيناه في موسكو عندما ذهب وأخذ الأوامر من الآخرين ثم غادر بينما لم يستطيع يفعل ذلك في المغرب لأن يعلمون كيف يعاملونه بشكل جيد جدا المعادلة الإقليمية واضحة هناك قوى شرعية قوى دولية هناك قوى حتى الآن يحاولون تسميتها معارضة لكن لم يسميها المجتمع الدولي حتى الآن بمعارضة بل يقولونها قوات حفتر في الشرق لذلك هذه النقطة أنا فقط قصدت في مركز عسكري لصالح الوفاق في شرق البلاد لأنا أعلم أن لديها ربما كثير من الناس هناك من الصامتين لا يستطيعون أن يفعلوا شيء نعم ونقطة أخيرة أيضا كيف قراءة الموقع الجغرافي لليبيا هناك دول متعددة تتقاطل على النفوذ في ليبيا اليونان ومصر والجزائر وحتى تركيا وإيطاليا وفرنسا ومن بعيد لا ننسى هناك دولتان أيضا بريطانيا والليات التحليمينكية وهناك من الشرق الروسيا التي ترسل الفاكدر ليكون لها بوطئ قدم في ليبيا من ناحية استراتيجية فقط وليس أكثر هذه كل قراءات حقيقة واضحة وهذا ما تحاول أعتقد الآن حكومة الوفاق بقراءته بشكل أكبر لكن مرتبط بنقطة مهمة جدا أن تكون قويا على أرض الميدان بعد ذلك تستطيع أن تفرض الأمور ربما بشكل أفضل إيجاد المحاور الآن هذا أعتقد السياسة التي قامت عليها الوفاق لذلك قامت هذه الحرب بعد ذلك أعتقد يجب التقدم باتجاه السرط بعد ترهون السرط وهذا سيساعد كثيرا في الحل السياسي أو الفرض الواقع السياسي صالح نعم وأبقى مستقبل ليبيا رهنم بالمستقبل هذه وقد وصلت هذه الحلقة إلى الختام مشاهدين الكرام في نهايتها أشكر ضيفية الكريمين عبر سكايب كان معي من إسطنبول أستاذ المهدي إبراهيم كشبور العضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي الليبي وأستاذ فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي شكرا لكم في حراسة الله وتوفيقه اشتركوا في القناة